موسيقى تمكنت المصالح الأمنية تابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالسعيدية بتنسيق مع المصالح الولائية للسرطة القضائية بوجده تحت إصراف السيد ولي الأمن وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إقاف خمسة أشخاص تبوت في مبعات ورطهم في شبكة إجرامية تنشط في الاتجار دولي في المخدرات والمؤترات العقلية كما تم حزه خلال هذه العملية ثلاثة سيارات منفعية كانت على متنها كمية من مخدر سيرة عبارة عن 17 رزمة تزين 555 كيلو جرام كذلك تم حز 49 حاوية من فئة 30 لتر مملوئة بالبنزين كذلك تم حز مزموعة من الهواتف النقالة ومبالية مالية المعنيون تم وضعهم رهنا تدابير الحراسة النظرية رهنا البحث تحت إشراف النيابة العامة كما تم فتح البحث من أجل إقاف باقي المتورطين في هذه العصابة الإجرامية كذلك رصد امتدادات دولية والخارجية لهذه الشبكة كذلك هذه العملية تأتي في السياق المتابعة اليومية للمصالح الأمنية للجريمة بشتة نوعها ومحاربتها لظاهرة الجريمة العابرة للحدود دائما في إطار محاربة الجريمة بهذه المدينة المدينة التي تتميز بموقعها الجغرافي التي توجد على حدودين فيما يخص هذه العملية قمت لها بتنسيقها مع المصالح الموازية وتمت تنسيق لها منذ مدة بإحكام وبالفعل تكللت بعملية نجاحية كنجاح العملية وبالتالي حجز مزموعة من المحجوزات منها كذلك حجز إيقاف خمسة الأشخاص على مثل ثلاث سيارة منفعية كذلك تم حجز كمية 17 رزمة من مخدر الشيرة اللي كيلوزن ديالها 555 كيلوغرام بالإضافة إلى حجز مزموعة من الهواتف النقالة ومجموعة من مبالغ مالية والأشخاص الذين تم إيقافوهم تحت إشراف النيابة العامة متوصلة للبحث من أجل البحث ومن أجل تعميق البحث في القضية وإيقاف باقي المطورطين في هذه القضية وهذه العملية تدخل دائماً في إطار محاربة الجريمة بكل إنواحها وخاصة فيما يخص التجارة الدولية المخدرات أو كذلك للتجارة الباشرة بالنسبة للمقيمة ديال السنية التي توقع على الشاطئ البحر الأبيل المتوسط والتي يمتد داخل نفوذ الأمن وطاريخ 15 كيلوغمتر إذن هذه المجهودات وتبقى على سر الشرطة القضائية دائماً رهن إشارة محاربة الجريمة كذلك لا تنسى اشتغبونا فلاشين وتأكتبي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هس براس